نقولنا طريقة الأكل ونوعية الأكل وكمية الأكل دي الحاجات دي مهمة جدا برضو الحاجات اللي هي المثلجة يعني احنا في الشتاء طبعا البرد يقول لك يشرب حاجة دافية جميل جدا بس ما تشربش حاجة دافية أو سخنة وتطلع فجأة في هوا بارد ويجي لك برد في زورك أو برد في معدتك وعلى فكرة حالات كتير جدا من التهابات المعدة بتبق نتيجة شرب المثلجات المشروبات الغازية لسه نتكلم على دي خطيرة جدا على المادة وبردو الحاجات اللي هي سبايسي قوي اللي فيها فين في الزيادة دي ممكن تعمل برضو قرحة في المادة وتعمل مشكلات كتيرة جدا اللحوم الحمراء لازم تتاخد باعتدال يعني مش بقول لك بقى ملاق ممنوع أكل اللحمة لأ مهمة تكليه لكن لو أصرفت فيها المادة هتتعلم الكمية المسموعة بيها دي يعني هي قطعة صغيرة من اللحمة الحمراء اللي هي يا ريت تبقى مشوية مسلوقة محدش بيعمل كده طبعا فيش بقى الحاجات ده التحضيرات والبوفتيك والبتاعك والكفتة الحاجات دي بتخليها صعبة شوية فمهم بص حسابيسكي مش هنقدر نحدد كمية محددة لان دي هتختلف حسب السن والوزن والنشاط يعني مثلا هو بطل رياضي يعني بيجي لي مثلا الناس في الزيادة حاجة كده ما شاء الله بطل رياضي فده ده كل يوم بيأكل فرختين شي لي عم كل كل اللحمة هو قاعد كامله يخلص في ناس عندها قدر على الباز لكن بنكلم على العادي اللي هو حياته بقى مكتبية وسيدينتا بيسمح حياتي للخمول ده قطعة لحمة كده صغيرة نشفة كفاء لك قوي البروتيني النباتي يعني اعتمي بقى على احنا ربنا مدينا الفول بس احنا ما بنعرفش ان استغله كويس الفول ده نعمة الفول ده نعمة الفول والبسلة والفاصولية والحاجات دي كلها بروتينات نباتية البروتيني النباتي اكتر حاجة صحية يعني بص حضرتك الانسان ربنا خالوا ايه من التراب ففي كل عناصر التربة والنبات بيتغزى من التربة فهتلاقي كل حاجة بيحتاجها الجسم البشري موجودة في النباتات اللحوم انا مش بحرم اللحوم انا مش بدعو للمسهب النباتي لكن يعني القليل كله اشربه ولا تسرفه يعني ما تكفترش منها قوي يعني الاكثار منها ممكن يعمل تصلوا الشرعين ممكن يعمل ازمات قلبي ممكن يعمل